انه يبقى في حد كده في قمة الشهرة وينتحر مثلا داليدا انتحرت برليمون رو في خلاف انتحرت ولا انتحروها لكن هي في الاخر حطت نفسها في وضع انها تموت سواء كانت انتحرت او قتلت انها ما هي حطت نفسها في وضع انها تموت فازاي احد برضو الفنانات للسعراضيات في مصر عندنا بدون ذكر اسمها يعني برضو انتحرت في ظروف يعني صعبة جدا بعد فترة طويلة معاناها مع المرض فبدأوا يحللوا انتحار المشاهير ازاي في حد كان ملء السمع والبصر وشهرة ومجد وكل حاجة قالوا المشاهير عندهم حاجة من اتنين يا القوة يا الجمال فالقوة والجمال بيدوا للشخص المشهور او للانسان المشهورة مكانة كبيرة عند الناس ومن كتر اعجاب الناس بيهم بتتضخم زواتهم فلو انه جاه في وقت من الاوقات ولأ انه هذه الزات المتضخمة تجرح يسموه جرح نرجسي او جرح نرجسي انه هذه الزات النرجسية الناس كانت قاعدة تسقف لها وبعجبة بيها لو بقت في ظروف هيقل الاعجاب او هينصرف عنها الاعجاب فما بتقدرش تتحمل الحكاية دي يعني مثلا فنانة استعراضية وكاد بتتباهب جمالها وخفت دمها وروحها ومش عارفة والحاجات دي كلها المرض خلاها بقى وشها جاي على جنب وتخنت قوي وبتاخد كورتزون واصيبت باكتئاب وحاجات بالشكل ده كتير تغير شكلها تماما واسنانها وقعت فما تقدرش تتحمل ان الناس تشوفها في هذه الصورة فالموت عندها يبقى احسن دالي ده نفس الحكاية دالي ده برضو مع اضطرابات نفسية وتعاطي مخدرات وكحليات وكان عندها حاجة اسمها بوردالاين برسونيست او اضطراب الشخصية الحدية وهكذا واحوال اجتماعية مأساوية فشل في الزواج مرات عديدة فالصورة بتاعت الشهرة دي بتيجي في وقت من الوقات ما تقدرش تحتمل انها تعيش بدونها فتنتح كيلو باطرة نفس الحكاية كيلو باطرة ينطبق عليها انتحار المشاهير وانتحار المحبين في حاجة اسمها الانتحار بقى الجماعي بس كان فيها شكل عصري شوي رجل اسمه مارشيل ابل هويت ده كان عايش في امريكا وده انتحار في التسعينيات في بداية كده الانترنت ما كان لسه بادئ وما كانش بيدخل على انترنت الا يعني اصحاب العقول النايرة يعني فالرجل ده شكل مجموعة دينية روحية اسمها بوابة الجنة بوابة الجنة دي مجموعة دينية التحق بيها عدد من المثقفين والمتعلمين والعلماء والحاجات دي وبعين ام جاي في يوم الايام وقال لهم انه هو اصيب بالسرطان وانه هو لازم يموت في يوم كذا وحدد لهم اليوم كان 26 مارس 1994 قال لهم انا هموت في اليوم ده هياخد حبوب منومة ويموت وروحه تصعد من بوابة الجنة لفوق بقى خالص تخيل ينتحر معه 38 شخص من المثقفين والمفكرين ودي برضو كانت غريبة يعني العلماء قاعد يحالله ازاي حد متعلم ومثقف وواعي حد يقوله ده انا هنتحر فروح ينتحر ومش شخص 38 شخص